اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بالراشد الزياني وزير الخارجية اليوم في مدينة البحر الميت بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة مع معالي سيد جوزيف بوريل الممثل السامي للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية وذلك على همش المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وخلال الاجتماع تم بحث علاقات التعاون الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والاتحاد الاوروبي وسبل تطوير مجالات التعاون على شتى الاصعدة والارتقاء بها لمستويات ارحب في اطار آلية التعاون المشترك الموقعة بين وزارة الخارجية وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الاوروبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر